ارباحك كام من اليوتيوب بتاخد كام على الالف ومشاهدة عملت ايه عشان تنجح على اليوتيوب كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا علي فوزي فيديو جديد على قناة محترف النت بيجينا اسئلة كتير وطبعا هنجاوب عليها في الفيديو دوت انت بتاخد كام من اليوتيوب اليوتيوب بيديك قد ايه على الالف ومشاهدة عملت ايه عشان تنجح على اليوتيوب وفي بعض الاخطاء هنصححها طبعا في الفيديو ده. الاخطاء اللي الناس دايما بتعتقد شيء وهو مش كده. تمام? اه اول حاجة احنا عايزين اه طبعا اولا بعتذر ان انا بقالي اما ما عمتش فيديو على القناة. اه معلش هو شوية تكسل شوية ولكن ان شاء الله حنستمر ايه فيديوهات كتير الفترة الجاية. اه ارباحك كامل حنبدأ ارباحك كامل? كم سعر الالف ومشاهدة? اه عملتي عشان تنجح على اليوتيوب. تمام? اه اول حاجة بالنسبة لارباحي على اليوتيوب. ارباحي على اليوتيوب يا جماعة عادية عشان تبقى عارفين. اه بالنسبة للأسف يعني المحتوى العربي اه الارباح بتاعتهم ما بتبقاش يعني كويسة يعني زي المحتوى الاجنبي. والمحتوى الاجنبي الصراحة انا يعني شوفت قبل كده ما كنتش اتخيل ان ارباح المحتوى الاجنبي كنه عالية بالشكل ده. طيب ات لين تتكلم على ارباح المحتوى الاجنبي? لاني بصدفة آآ يعني ارباح حاليا يعني ارباح نقوله مثلا هي قبل موضوع فيروس كورونا هتقولي هو موضوع فيروس كورونا ده اثر على ارباح اليوتيوب طبعا اثر جدا على ارباح اليوتيوب. مش انا بس الواحدي ولكن كل اللي شغالين على اليوتيوب حاليا شايفين ان الارباح وحشة جدا جدا جدا. اولا سعر النقر قال الاعلانات قلت مفيش اعلانات معدل ظهور الاعلان قلت بشكل كبير الاعلان رخص كل ده اثر جدا على الارباح يعني انت لو كنت بتاخد مثلا في اليوم 10 دلار بقت بتاخد 5 دلار الموضوع صعب جدا الارباح قلت بشكل كبير جدا جدا بسبب فيروس كورونا بس ان شاء الله لما نخلص من الازمة دي الارباح هترجع تتعادل تاني طب هي الارباح بتبقى يعني انت بتاخد كامل يوتيوب اولا نبدأ يعني الارباح بتاعة اليوتيوب طبعا زي ما احنا عارفين على حسب بس ولكن هي مسلا بالنسبة لي ممكن يختلف عني شخص تاني ممكن شخص تاني يبقى قل ممكن شخص يبقى ازيد على حسب اجتهادك في القناة وعلى حسب المشاهدات اللي بيجي لك يعني انا مسلا ممكن الارباح تتروح مسلا من مية وخمسين دولار لتلتمية دولار ولكن طبعا لما بتعدي المتين دولار بيبقى ليل جدا يعني شوية طب دلوقتي عرفنا انا باخد كامل اليوتيوب ولكن يا جماعة عشان تبوا بس عارفين اليوتيوب انا من الصراحة انا صابر بس على اليوتيوب عشان فيه مصدر داخل تاني معاه يعني مش اكتر وحقول لكم ايه هو المصدر الداخل التاني دوت اللي هو يعني يعتبر افضل بكتير من اليوتيوب بكتير جدا وشروط انك تشتغل على الحاجة دي اسهل بكتير من اليوتيوب واسعاء والارباح بتاعته بنقدر نقول طيب اضغاف اليوتيوب بجد بجد يعني طب دلوقتي عرفنا بتاخد كام سعر الالف مشاهدة الحقيقة كام سعر الالف مشاهدة ديت مختلف عليها ناس كتير جدا اولا عشان تعرف سعر الالف مشاهدة انت مش بتتحاسب على الالف مشاهدة للفيديو يعني انا مسلا انت بتتحاسب على الالف ظهور للاعلان ايه دا يعني انت مسلا اه ممكن مسلا الفيديو يظهر عشر تلاف مرة اه مش كلهم يظهروا عليهم اعلان لا ممكن انت مسلا فيديو اه شافوا عشر تلاف واحد اه ما يشوفش مسلا الاعلانات مسلا غير اه خمس تلاف اربع تلاف ستتلاف على حسب برضو نسبة ظهور الاعلان طب نسبة ظهور الاعلان وايه تاني الشخص اللي بيشوف الاعلان ده بيشوفه من انهو دولة طبعا لو بيشوفه من الدول العربية هيبقى سعر الاعلان مخفض لو بيشوفه من دول اجنبية هيبقى سعر الاعلان عالي فطب ماشي نوع الاعلان نفسه الاعلان دوت اه يعني الاعلان اللي انت بتشوفه دوت اه رخيص ولا غالي ولا ايه نظامه بالزبط. بس عشان اريحكم بالنسبة للنسبة الالف ظهور للاعلان في مصر وفي الدول العربية خصيصا يعني الارباح بتاعته بتتراوح من واحد دولار وانت طالع. في ناس طبعا بتوصل لخمسة دولار يعني. ولكن قليلة جدا وطبعا الوضع دلوقتي صعب. اه مش ارباحه زي الناس شايفة يعني. ولكن اللي شايفتي دلوقتي ما يقس. اشتغل على اليوتيوب وان شاء الله ارباحك هتبقى كويسة جدا جدا يعني. ولكن انا بقول ان حاليا في الوضع الحالي ارباح اليوتيوب مش كويسة. ولكن مش ده مانع انك تخليك تبطل اليوتيوب لازم تستمر على حاجة انت بتحبها. طالما انت بتحب اليوتيوب استمر عليه وان شاء الله هتنجح. تمام. اه خلاصنا انا باخد كامل اليوتيوب سعر المشاهدة قد ايه? او سعر اعرافنا دلوقتي اليوتيوب بتحاسب ازاي? بنيجي بقى للحاجة التالتة انت ازاي نجحت على اليوتيوب? اولا الناس كتيري بتسألني لان انا طبعا نجحت على اليوتيوب اه في وقت قليل جدا. فطبعا الناس دايما بتقول لك انت مسلا اه اه نجحت في وقت قليل في اليوتيوب وكل ده. وحصلت وعندك دلوقتي يعني عندي دلوقتي واحد وتمانين الف مشترك. فطبعا رقم كويس جدا وان شاء الله يعني بشكر كل المشتركين عندنا في القناة وكل المتفاعلين يعني معنا في القناة. اه اه فالنجاح انك تستمر في نشر الفيديوهات بمحتوى خاص بيك انت اللي بتقدمه. طلبه عندك محتوى خاص بيك محتوى بتاعك انت انت اللي بتقدمه مش مش محتوى مسوق او محتوى بتاع حد تاني. تمام? انا عندي المحتوى. اعمل الحاجة اللي بتحبها. ما تعملش الحاجة اللي اتا شايف ان هي دي اللي بتجيب مشاهدات. اعمل الحاجة فعلا اللي انت بتحبها والحاجة اللي انت بتعرف فيها. عشان تعرف تطور من نفسك في المجال ده. خلاص انا عندي محتوى بتاعي فضلت انشر في فيديوهات استمر. هتلاقي الارباح زي الزفت في الاول بس انت لازم تستمر عشان اه يعني عشان ان انت تنجح في اليوتيوب. ولما تقدم برضو طلب التحقيق الرب حيتقبل. فانت لما تستمر يعني الصراحة سير النجاح هو الاستمرار. استمر بعد الاستمرارية هتلاقي ان في عندك فيديوهات قديمة اه جابت مشاهدات عالية جدا. ولو فيديو عندك واحد بس نجح في القناة حينجح لك القناة كلها وحتخش طبعا تحقيق الربح ان شاء الله. اه في حاجة تانية طبعا بتبقى احسن بكتير اللي انا شايفها احسن بكتير من اليوتيوب. طب ايه هي اللي انت شايفها احسن بكتير من اليوتيوب? وانا شايف ان احسن بكتير من اليوتيوب هي مدوانة بلوجر او الموقع الالكتروني. تمام? اه الموقع الالكتروني او مدوانة مدوانة بلوجر اللي ما يعرفش يعني ايه مدوانة او ما يعرفش يعني موقع الالكتروني. الموقع ده ان انا مسلا لو جيت على السيرش في محرك جوجل وكتبت مسلا الربح من الانترنت على سبيل المثال بلاقي في مقالات مكتوبة. بقرأ مسلا ادخل على اي مقال وابدأ ان انا اقرأ المقال ده وشوف ايه محتوى وابدأ ان انا افهم من المقال. في ناس بتحب النوعية الكتابية فبالذلك بيخش على المقالات. طب بالنسبة هو دوت الموقع الالكتروني او المدوانة. المدوانة ديت جميلة جدا فيه الارباح. طب هي المدوانة لها شروط برضو في تحيق الربح. ايوة بس مزي اليوتيوب واسحل من اليوتيوب. اولا المدوانة لها شروط. من الاخر كده اجيب لك الخلاصة انك تكتب مقالات حصرية تكون انت اللي بتعملها بنفسك. مقال يكون انت اللي مصممه بنفسك. وحسيب لكو طبعا الموقع الالكتروني بتاعي. في الرابط اسفل الفيديو تقدر ان انت تدخلوا على الرابط. وتشوفوا المدوانة دي شكلها ايه والاعلاد بتتحط فيها ازاي. وايه هي المقالات اللي بتوبها مكتوبة. وايه هي شكلية الموقع الالكتروني او المدوانة. اه المدوانة دي يعني من خلاصة كده لو انت عندك عشرين مقال حصري بتاعك انت انت اللي كاتبه بنفسك. والعشرين المقال دي فيه كلمات في كل مقال بتتروح من خمسمائة كلمة. لعندك بقى من الف لالف وطالع. فانت كده والمقالات دي كويسة وبيجي لك آآ زيارات من محرك البحث والمقالات دي مش متاخدة من برا. المقالات انت اللي نشرها بنفسك. هتقدم طلب وحتتقابل. والمدوانة سهلة جدا. وارباحها احسن من بكتير. يعني انا مسلا كده كده اللي بيخش لو دخل الف وحد كده كده لازم يشوف اعلانات. ما فيش حاجة اسمها لنسبة ظهور. على حسب بقى نوعية الاعلان والشخص برضو بيشوفوا منين وبتاع بس كده كده الاعلان لازم يظهر. لو جالك مسلا آآ الف زيارة من اليوتيوب ومسلا ان جالك عليهم واحد دولار. وجالك الف زيارة من اليوتيوب برضو. على المدوانة. وحيجي لك مش حيجي لك على واحد دولار هيجي لك هليوم مسلا نقول مسلا من حيتراوح من اتنين دولار وانت طالع او دولار ونص وانت طالع على حسب برضو. فطبعا المدونة او آآ هو افضل حاجة تربح منها بعد اليوتيوب. لو حبينا ان احنا نعرفكم اكتر في موضوع المدونة ونعملكم فيديوهات تانية بعد كده على مدونة يا ريت تكتبو لي في الكومنت اسفل فيديو. ريت لو انت مش مشترك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا جديدة ويا ريت يا جماعة اللايك اللايك بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية كتير. شكرا لكم استنونا الفيديو الجاي.